دوانت أكثر شيء وهو الذي أراد بن يمين التنياهو إيصاله بأن الحرب مستمرة إسرائيل تنتصر يجب علينا أن نصبر لن نذعن لحركة حماس وهذا الذي قاله بكل وضوح قال نحن لن نذعن لمطالب حركة حماس في موضوع تبادل الأسرة أيضا بن يمين التنياهو ركز بأن الحرب لن تنتهي رغم بعض الأسئلة التي كانت تتحدث عن سحب بعض الألوية من هنا من هناك ولكن يبدو بأنه كان صارما بهذه المسألة هو خطاب عسكري خطاب قوة خطاب أراد فيه أن يقول بأن إسرائيل تستطيع أن تنتصر وهي على بعد فترة قصيرة من الانتصار حققت انتصارات في منطقة خان يونس قال بأنه يمكن أن تنتقل المعركة أيضا إلى منطقة رفاح وبالتالي هذا لم يكن خطابا يحضر الرأي العام الإسرائيلي للقبول بصفق التبادل وبالتالي القبول بأن يكون هناك فترة من الهدوء وهذا هو مستغرب تماما هذا عكس كل توقعات توقعات كانت تشير إلى أنه سوف يخرج ويقول نحن نريد فرصة نحن نريد أن يكون هناك إخلاء للمحتجزين يبدو أنه لم يتحدث بهذا النفس كان نفسه شديد وصارم طيب قال كذلك أحمد نتنياهو إن بقيت حماس في غزة فما هي إلا مسألة وقت ربما نقضي عليها في المواجهة القادمة هل نفى من كلام نتنياهو أن هدف من أهدافه الثلاثة بالقضاء على حركة حماس ربما توارأ أو تلاشى بلا شك أن ما قاله لم يكن يشير إلى ذلك الذي قاله وكان واضحا فيه بأن المعركة مستمرة وقال بأن هذه المعركة سوف ننتصر فيها في النهاية العالم كله يراقبنا قال العالم العربي كله يراقبنا إذا انتصرنا نحن فنحن سنستطيع أن نخرج أيضا باتفاقيات سلامة الدول العربية إذا خسرنا هذه المعركة ضد حماس فإن ذلك سوف يؤثر على شكل قبالة العالم هذا من الواضح بأن بني مين يتنياهو أراد أيضا أن يؤكد للولايات المتحدة بالتزامن طبعا مع اجتماعه الذي سبق ذلك مع بلينكين بأن الجانب الإسرائيلي مستمر بالمعركة كما تعلم بأن المجلس الحرب سوف يجتمع غدا طبعا اليوم هناك اجتماع للكابنت غدا سوف يكون هناك اجتماع لمجلس الحرب هناك العديد من الاجتماعات وغالك الوقوف على كيفية التعامل مع صفقة التبادل اللافت في خطاب بني مين نتنياهو أنه يأتي قبل هذه الاجتماعات وكأنه يؤسس لما يريد أن يقوله في الغرف المغلقة وبالتالي عندما يدخل الوزراء إلى تلك الغرف هذا هو موقف بني مين نتنياهو الداعي لاستمرار الحرب حتى عندما تحدث عن أهالي المحتجزين لم يعطي بالا كثيرا بهذه المسألة وقال نحن سوف نقوم بإرجاعهم مشاعرنا معهم نريد أن نرى حباهم يعودوا ولكن لم يعطي حلا سحريا وهو الحل المعروف وهو القبول بالصفقة لافت أيضا بأن بني مين نتنياهو في هذه المسألة أراد أيضا أن يؤكد على موضوع الأنروا وقال نحن سوف نغير الأنروا وكالة غوفة تشغيل اللاجئين وبالتالي هذا التوضيح من قبل بني مين نتنياهو الذي قاله أيضا لبلينكين الوزير الخارجية الأمريكي وقاله اليوم للمجتمع الإسرائيلي بأن هذه الوكالة سوف تتغير كيف سوف تتغير؟ لم يدخل في التفاصيل طيب حين سئل نتنياهو أحمد عن فكرة المطالب حماس بالإفراج عن أصر الفلسطينيين يعني كان الصحفي يقول له أنه شارك في أعمال المقاومة ضد إسرائيل فيعني أشاح بيده نتنياهو وقال لم نلتزم بشيء وقال هناك مفاوضات حاليا عبر وسطاء والأمر يتقدم يعني لم نفهم حقيقة الردين الجوابان يعني مختلفان هو القضية تدور حول الأسرى الفلسطينيين التي أيديهم ملتخة بالدماء حسب التوصيف الإسرائيلي إسرائيل وبن يمين نتنياهو الحكومة الإسرائيلية وحتى الكنيسة يميزون بين الأسرى الفلسطينيين الذين لم يشاركوا بقتل مباشر لإسرائيليين وأولاك الذين شاركوا ودائما إسرائيل تقول بأن هذا خط أحمر رغم أن بن يمين نتنياهو نفسه هو الذي صادق على صفقة جلعة شليت التي أخرجت عموما نيحي الصنوار وأخرجت العديد من القادة السياسيين والقادة العسكريين وجزء منهم كانت أيديهم ملتخة بالدماء لماذا هذه القضية مهمة؟ لأن هذه العقدة التي سوف وجهها نتنياهو خلال اجتماع مجلس الكابنت وأيضا خلال اجتماع مجلس الحرب حماس طالبت بأن يكون هناك خمسمائة اسم هي التي سوف تختارها وعلى أغلب هذه الأسماء سوف تتناول العديد من الأسرى الذين شاركوا بقتل إسرائيليين أي ذوي الأحكام العالية أي الذين تعتبرهم إسرائيل أو تريد أن تدعي إسرائيل بأن أولئك لن يخرجوا أبدا من المعتقلات الإسرائيلية والجميع يعلم بأن التفاصيل الصفقة التي لا تم الحديث عنها يجب أن تتناول أولئك الذين شاركوا بقتل إسرائيليين إذا ما أرادت إسرائيل إخراج مجموعة من المدنيين الإسرائيليين المحتجزين في داخل قطع غزة سواء كان من النساء من كبار السن ومن الأطفال هذه المسألة هي معلومة وطبعا هذا المؤتمر الصحفي هو فقط لصحفيين الإسرائيليين وبالتالي هو يخاطب الجمهور الإسرائيلي ولا يخاطب الجمهور العالم ويتحدث بالعبرية وهو أراد أن يركز على هذه المسألة والقول بأننا لن نذعن لمطالب حماس لأن هذا هو مطلب حماس الأساسي في المرحلة الأولى من الموافقة على الصفقة سؤال الأخير لك أحمد حين قال نيتنياهو أن حماس ليست جزءا من اليوم التالي للحرب وأبلغت بلينكين بذلك وأبلغته أيضا بأنه لا عودة للسلطة الفلسطينية إلى إدارة غزة وغزة منزوعة السلاح وغزة ستدار مدنيا ما هو التصور داخل إسرائيل لهذا الطرح كيف تدار غزة من جناح خارج الفرصائل وخارج السلطة لا أحد يعلم لا أحد يعلم ما هو المنهج الإسرائيلي في اليوم التالي إذا لم تكن لا حماس ولا السلطة الفلسطينية ولا الأونروا موجودة في قطاع غزة لا أحد يعلم ما هو التصور الإسرائيلي من الإسرائيليين أنفسهم بين يمينة تنياهو يحلم بأن يكون هناك إدارة مدنية مجموعة عشائر كما تحدث على سبيفة القلند في الشهر الأول أو الشهر الثاني من الحرب عندما قال نريد حكم العائلات في قطاع غزة كله طبعا هذا قيل أنا فاك بأنه هذا يعني سخيف لأنه هذا غير موجود ولا يمكن القيام به وفي المقابل عداءه للسلطة الفلسطينية واضح جدا عداءه لحركة حماس كما تعلم هو بالحديد والنار وبالتالي هو أراد أن يسل الأمريكيين رسالة لا أريد أحد أن يحكم غزة إلا من هم تبع لي ومن هم تبع له غير موجودين في قطاع غزة يعني هو يسعى إلى أن يكون هناك حفنة من الحكام المحليين الذين يحكمون هذه هي وصفة ما يسمى بالفوضى وفوضى السلاح التي حدفت في الصوال أشكرك هذه هي الفوضة السلاح التي حدفت في أفغانستان بعد خروج الاتحاد السوفيتي من تلك المنطقة أشكرك وهي أنه لا يوجد هناك من يسيطر وبالتالي سوف يكون هناك فوضى مطلقة دون أن يكون هناك الحكام الفعليين إما حماس إما السلطة الفلسطينية وإما مصر أو حتى على الأقل الأونروا أحمد البديري مراسل الغد في القدس المحتلة شكرا شكرا